اشتركوا في القناة في السادة الكاهرة كان ماتش كبير الزمالك قدر يحول تأخره من واحد سفر للتراج في اول خمسة وعشرين دقيقة الانتصار كبير تلاتة واحد لحد دقيقة تلاتة وتسعين والزمالك بيلعب كرة قوية بيلعب كرة جماعية بيلعب كرة اداء ممتاز امبارح الزمالك قدر يسيطر ويفرد طول الماتش سيطرته على اللقاء بشكل كبير جدا حبي بارك للزمالك بارك لجمهور الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك كالترون من ماتش اللي التاني بيثبت ان هو مدرب مبارات كبيرة جمهور الزمالك امبارح كان كلمة السر ودي رسالتي في البرنامج النهاردة يا جماعة للصفحات السوشيال ميديا سواء اهلاوية او زمالكوية بلاش التعصب يا جماعة بلاش التحريض بلاش الكلام الكبير اللي على صفحات السوشيال ميديا من جمهور الزمالك لجمهور الاهل ومن العكس النهاردة الحمد لله رب العامين كان فيه 30 ألف متفرج زمالكاو في السادة الكاهرة الخطوة الجاية إن شاء الله يبقى 50 ويبقى 80 الجمهور هو عصب الكرة مش هيرجع وطول ما فيه تعصب طول ما فيه ناس بتحرض على بعضها إحنا في الآخر كلنا أخوات الكرة مش هتترقنا الكرة بالعكس الكرة بتجمعنا النهاردة جمهور الزمالك كان عامل طبلوش شكل جميل جدا في المدرجات والنهاردة بإذن الله نادي الأهل نفس الكصة ونتمنى النادي الأهل النهاردة إن شاء الله بإذن الله قدام صندوز إنه يكسب ويكسب مكسب مرتاح عشان نشوف الأهل والزمالك في المرأة قبل النهائي ونلاقيهم مع بعض بإذن الله في النهائي مرة تانية بحب أبارك لجمهور الزمالك ومجلس إدارته واللعيبة النهاردة بإذن الله نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق ونشوف المنظر الجميل لجمهور الأهل النهاردة زي الزمالك مبارح بإذن الله ويحقق الانتصار اللي ريحه في جنوب أفريقيا الزمالك عنده موقع صعبة جدا إن شاء الله يوم الجمعة الجاية مع الترجي في تونس بإذن الله بإذن الله قادر الزمالك بلعبته بجهازه الفني بقدارته بجمهوره إن شاء الله نعد العقبة بتاع الترجي التونسي ونشوف النهاردة الزمالك بيطلع نهادي الترجي التونسي من طورة أفريقيا الترجي اللي هو وياخد آخر نسختين في دورة أبطال أفريقيا الزمالك النهاردة ويكسبوه مرة واتنين وإن شاء الله حاجة مشرفة إحنا عايزين الروح دي يا جماعة عايزين التشجيع المسالي عايزين فرحة الناشئ بنادي الزمالي وبمكسبوه هو ده اللي احنا عايزينه احنا عايزين يبقى كله مبسوط وكله سعيد مش عايزين بقى المشحنات ومش عايزين بقى الناس اللي بتشتغل على صفحات السوشيل ميديا مش هتكسب حاجة صدقني التحريد مش هعمل حاجة هتكسب فلوس بس مش هو ده الاهم الاهم روح الناس والاهم في الاخر ان احنا كلنا كمصريين يبقى بسلام والله يصدقوني الرياضة ما هينصلح حالها في مصر الا بالجمهور والجمهور مش هينصلح حاله طول ما فيه صفحات اهلي وزمالك بتحرض على الفتنة لا احنا النهاردة عايزين يا جماعة نتخطى المرحلة دي عايزين الجمهور يرجع تاني عايزين نشوفه في الدوري المصري خمسين الف وستين الف وسبعين الف بيهم له أستاذ الكاهر ان شاء الله في الجزء بإذن الله بعد الانترو معايا ومعاكم النهاردة الكابتن وليد عبدالهادي ده وكيل لعبين لنجوم مصر كلهم محمد الشناو ووليد كابتن ميلو جابر وكابتن بكار بإذن الله رجب بكار بإذن الله بعد الفاصل بإذن الله نسأله عن شغلانة وكيل اللعبين وازاي ان احنا نقدر نساعد النشئين في مصر يعرفوا يعني ايه وكلاء اللعبين ويعرفوا يعني ايه احتراف ويعرفوا يعني ايه نظام من خلال سيستم محترم من خلال صفر رسمي بيسافر عن طريق وكيل اللعبين عن طريق النادي بتاعه فبعد الفاصل بإذن الله يبقى معايا ومعاكم الكابتن وليد نسأله ونستفيد معاه بإذن الله نشوفكم بعد الفاصل ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل معايا ومعاكم الكابتن وليد عبدالهادي وكل اللعبين ومدير شركة هاترك للخدمات الرياضية والتسويقية براحل بك كابتن وليد انا سهلا كابتن محمد شهرت بحضرتك وسعيدا لما بدمع حضرتك في المهارة ربنا خليك كابتن ايه في البداية كابتن وليد عايز اسأل حضرك عايز عارف حضرك للجمهور وعايز عارف يعنيه وكل لعبين حضرك انا اسمه وليد عبدالهادي عندي شركة هاترك لخدمة رضاية تسويل لعبين خارج بكاروس تربية رضاية تخص كور القدم وتسويل وكيل اللعابين هنا في مصر مش مفهومة بالمعنى الصحيح ليه هنا مجرد الوكيل بينقل اللعب لمكان وبياخد الكوميشن بتاعه خلاص الموضوع بالنسبة له كده انتهى لكن هو وكيل اللعابين يعني المفروض ان هو هتم بكل امور شؤون اللعب في اصاباته في مشاكله معنادي في انضباطه داخل خارج الملعب في طريقة حياته بحيث ان هو لازم يكون مركز في المسطير اللي اقدر عشان انت تقدر تطلع لعب جيد يفيد القرى المصرية ويبقى عندنا لعبها تقدر تحترف يعني عقلياتها تختلف شوية عن اللي احنا شايفينه دلوقتي وكلاء اللعبين في مصر يعني دايماً المعروف عنهم زي ما حالك كترة لسه بتقول من شوية اللي هو بياخد الكوميشن بتاعه وعلاجته بتنتهي هي دي شغلانة وكيل اللعبين يعني هو المفترض المنوت به وكيل اللعبين ان هو يودي اللعيب من النادي النادي وخلاص وكده خلاص لا طبعاً هو المفترض اصلاً فكرة وكيل اللعبين دي يعني هو المفترض كانت معمولة لاكتشاف المواهد يعني ان انا قدم لعيبة جديدة دايماً للدوري ان انا المفترض ان الوكيل ده بينزل يتفرج على ماتشاط وبيشوف لعيبة في الدرجة التانية والدرجة التالتة والرابعة شوف اللعبة المميزة ويحاول يشتغل مع اللعيب ده ويشتغل عليه ويفهمه يعني ايه احتراف ويعني ايه ان هو يبقى لعيب محترف ويعني هو يشتغل على نفسه عشان يبقى لعيب جيد ويبدأ يطلع اللعيبة دي بعد كده للدوري الممتاز لكن احنا الفكرة عندنا هنا سوق اللي يقدر يخطف فيه ويجري ويعمل صفقة هنا وده لعيبة معروف جيل وكذا انا عايز افهم هو الوكيل دوره ان هو اللعيب يبقى مطلوب في النادي الفلاني يقعد يمضيه خلاص لا احنا اللي عايزين نفهم دور الوكيل heavily الدور الوكيل يعني حضلك انا المفروض اساعد الكرة المصرية المفروض انا جوه المنظومة عشان اساعد كوكيل اللعبين المفروض ان انا اقدم لعيبة جديدة للدور المصري المفروضare ان انا اخد فلان من هنا اوديه هنا ويمشي من هنا اوديه هنا ايه دور انا كوكيل اللعبين بعمل ايه يعني ايه الدور مالوش دور ده مش وكيل لعبين ده اسمه سمصار مش وكيل لعبين طيب ده ده يعني هنا حضرتك انت بتسأل السؤال وانت وكيل لعبين المفروض احنا نسأل يعني من المنوط او الجهة اللي هي تحدد اختصات وكيل اللعبين واللي تقول له تعمل ايه وما تعملش ايه لا دي مش خضعة لحد يونه نظمه لك قد المفروض ان هي تبقى عقلية الوكيل اللي شغال يعني احنا مثلا برا حضرتك لما بيجي يشتغل مع اللعب برا شركات مش عجل اسمه وكيل لعبين عجل اسمه شركات فهو كلاء لعبين اه بس وكلاء لعبين عنده شركات برده المفروض ان هو ما بيمضي مع اللعب اللعب ده هو بيهتم بكل اموره يعني حضرتك لو شفت محمد صلاح مثلا مع الشركة اللي ماضي معاها او مع الوكيل او مدير اعماله اللي معاه والشركة اللي هو ماضي معاها مفيش حاجة بيعملها او خطوة بيخطيها الا من خلال الشركة او من خلال الوكيل بتاعه لان هو عارف ان الناس دي العقلية بتاعتها محترفة بيقدر يشتغل لكن هنا مفيش الكلام ده يعني حضرتك هنا عدد الوكيل اللي بتطلع لعيبة برا صفر صفر مفيش حد بيخرج لعيبة برا عندنا لعيبة ناشئين كتير جدا عندنا لعيبة مميزة كتير جدا في الناشئين مين بيتفرج عليها ومين بيحاول يخلق لها فرص برا فيش حد هو الفكرة بيستنى لما يبقى يطلع الدرجة الاولى ويبقى النادي الفلاني عايزه يجري ويروح بقى علاقاته مع النادي الفلاني تلو ما جتش معايا مش هتعرف تروح بيروح معايا بس لكن انا لازم انا اتفرج واطلع لعيبة جديدة ولازم احاول اشتغل اطلع لعيبة محترفة برا غير عكلة اللي يبحث حضرتك قابتل وليد عام الشركة هاترك خدمات الرديوية بتعمل الكلام ده بتنزل درجة تانية وتالتة وتفرج انا حضرتك معظم اللعبة اللي معايا من ساعة ما بدأت الشغلان انا بدأت الشغلانا في 2007 معظم اللعبة اللي تلقيت معايا والحمد لله بقى نجوم في الدور المصري كلهم لعبت درجة تانية انا ما جبتش حد من الدور الممتاز الدور الممتاز عايزين نعرف رجب بكار انا جابه من الالمونيوم هو عنده 19 سنة ميدو جابر جابه من الالمونيوم هو عنده 22 سنة محمد الشنوي كان ناشئين النادي الاهلي ومشي بعد ما اترحل مرحلة الناشئين مش راح الجيش وانا اتعرفت عليه هو في الجيش اشتغلت معاه 8 سنين من الجيش اعرى الحرس الحدود وبعد حرس الحدود رجع الجيش كان بيع نهاء البوترجيت ومن بوترجيت الحمد لله رجع النادي الاهلي تانية معايا لعب اسم محمد عادل بلعب في الانتاج الحرب دلقتي تفندر رقم واحد وعشرين ان شاء الله بإذن الله يبقى تفندر مصر ده لعب انا جايبه من اسكو درجة تالتة انا امتبع محمد عادل معايا كابتا المختار ما حدش عارف اسكو دي فيه واول سنة لو في الدوره متاس السنة اللي فات لعب 28 مباراة السنة اللي فات هو جاي من الدرجة التالتة ولعب الدوره متاسم عرفتش تلعبهم لعب الباكليفت بتاع نادي مصر دلوقتي جايبه من بلدية المحل درجة تالية يعني انت دايما بتدور على الناس اللي ده شغلي ده شغلي وبشتغل مع اللعيب بقى مدير اعماله اي حاجة بره المستطير الاخدر وحضرتك هو بس عشان فيه تمارين دلوقتي لو متاح ان حد يخش بس المشكلة عندهم تمارين انا بشتغل مع اللعيب مدير اعمال اي حاجة خارج المستطير الاخدر بتاع حدر يعني حدك بتطبق النظام الاوروبي في مصر ما انا مكنتش هتعرف الا كده وما كنتش هنجح في شغلي الا كده والحمد اللي حتى في شغلي مع الاندية عارفين ان انا ما بجيبش لانواعيات اللعبات الجيدة علي فوز ده جايبهم الالمونيوم وعندهم اشتغل مع الالمونيوم لا الالمونيوم الالمونيوم عندهم ميزة ان هما الاهل بتاع الصعيد طول عمرهم اه الالمونيوم طول عمره بيفرر طبعا 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 ولا وعندهم هما الناس سهلة يعني ما بتروحش تخلص من اللعب هناك بيقعد بقى يقولك زي نجوم المستقبل لعشرين مليون وثلاثين مليون فيش الكلام ده هو عايز اللعيب يتحرك مش حابب ان اللعيب يبقى موجود عنده فدي بتسهلك كتير جدا طبعا تاني حاجة ان هما هناك الاهلي كل الصعيد بيتمنى يلعب في الالمونيوم فتلاق اميز اللعيب دايما تقوم بحدهم بعيد بعيد جدا يعني ميدو جابر قعد 8 سنين في الالمونيوم 8 سنين هم الفيوم دي بقى من الحاجات اني بقول لحضرحك طب ليه لعيب زي ده زغير عنده 15-16 سنة يقعد 8 سنين الرايح جاي الالمونيوم وبيقعد بالشاروط 3 سنة مروح عشان عنده هدف عايزة حقا لا حقيق ايه دي الفكرة طيب كابتن وليدي احنا برنامج مختص بقطعات الماشين بشكل عام امتى ولي الامر او اللاعب نفسه يبتدي يدور على وكيل لعبين يعني امتى من سن كام يقول اه لا انا لازم ادور على وكيل لعبين عشان يشتغل على نفسه في حاجة بتحصل دلاتي بس تسمع الحضرارك اننبه عليها بس في اولاء الامور كلهم طبعا كل دلاتي نفسه ابنه يلعب كورا عشان طبعا تعرف الحال الاقتصادية والظروف الاقتصادية لو بعدين محمد صلاح عطى عطى امل للناس كلها دا حي فبيجي ناس تلعب على احلام الناس البسيطة يجي مثلا واحد يقول له انا هوادي لك ابنك المقاولين انا هوادينا مش عارف ايه ودينا عشر تلاف جنيه ده نصاب ما تروحش معاني لان انت ابنك لما يروح المقاولين ممكن بعد ست شروع يجمعك في البيت تاني يعني رسالة حضرتك ونصحتك لأولاء الامور ما تدفعوش فلوس لحد طبعا طبعا تدفع فلوس ليه صحيح ما فيه اختبارات وفيه ابواب شرعية مفتوحة كتير وفيه ناس شغالة في السوق وكلة ومصلا محترمين يقدر يود ابنك مكان زي ده ولما ابنك يتقالك ويبقى كويس ويمسك فلوس ويبقى ياخد فلوس صحيح يعني دخل للعيف فلوس ادي له فلوس واخد اللي انت عايزه لكن حضرتك تدفع فلوس ليه اولا ما راح للنشئين النشئين عندنا عماتهم في مصر ما فيهاش فلوس وما بياخدوش فلوس لحيح الاب بيبضل يصرف لغاية ما ابنه يبدأ ايه لعبدالك اولى فتخال حضرتك اب بسيط من 10 سنين ولا 11 سنة يفضل يصرف على ابنه لغاية ما يبقى عنده 20 سنة لحيح يعني اترزجيه مثلا انا اساسا انا ممكن في الجيزة بس اساسا من كفر الشيخ ترزجيه ساخن جنبي واخوه لقب معايا في كفر الشيخ يعني تخيل مثلا والده كان بيسافر بيه كل اسبوع 3 ايام هو طفل عنده 18 سنة اجهاد مصريف رايح جاي رايح جاي رايح اخوه مرة وهو مرة اخوه احمد الكبير برضو اخوه مرة وهو مرة لغاية ما وصل اللي هو وصله ده ففي النشئين ما بيش فلوس فحضرتك تدفع فلوس ليه ودي يا جماعة رسالة من الكابتن وليد لكل اولياء الامور في مصر اللي وكيل اللاعب او ايا كان او شركة او نادي يقولك ادفع 10.000 وانا وديلك ابنك النادي الفلاني هو هتدفع فلوس وده اللي انا قلته في اول حلقة للبرنامج تقريبا او في تاني حلقة قلنا يا جماعة بلاش تدفعه فلوس لحد عشان يودي ابنك النادي الفلاني او النادي العلاني ابنك قدام لعب كرة موهوب هيوصل بالكلام بتاع الكابتن وليد دي نصيحة من الكابتن وليد زي كل اولياء الامور الحاجة التانية بقى سن هو طول ما هو في الناشئين مش محتاجه كيل لعبين لانه هو حتى لما هينقله من هنا ولا هنا هو مش هيستفد حاجة بس في اولي امور بتبقى محتاجة دفعة من بعض موكلة اللاعبين او بعض مثلا هو يودي ابنه مثلا مش بالمكان ده فعايز حد يودي مكان تاني مفيش مشكلة بس ما تفعش في نوزبر انت فيه مصدي لو هو راجل محترم وشايف ابنك الموهبة هيودي ويوزبر سنتين وثلاثة واربعة وعين مشكلة لغات ما يبقى يبقى حاجة تبدأ بقى من سن 17-18 سنة تبدأ تدور لابنك فعلا على وكل عبين يعني بداية السن الطبيعي ان انا دور على على وكل عبين لابني من عند 17-18 سنة ليه عشان في السن ده ممكن يكون عند الموهبة اللي يقدر يسافر بره فيقدر يعمله سيديهات يتفرج على ماتشاطه ويجيب له حد يصوره ويعمله فيديوهات لان معظم النشئين عندنا برضو حضراتك ما بصوروش يعني فيش فيديوهات فصعب اللي انت بتشتغل لا او حضرات شكلك بيعيد شواء النشئين دلوقتي ما شاء الله دلوقتي التصوير في المبارات كلها في طبعات النشئين بشكل كبير لا ممكن في الأندية الكبيرة الأندية اللي بتنافس انا بكلمك على انا بتكلم على القطاع العريض مش بتكلم مثلا الاهلي والزمالك والمقصصة اتكلم على القطاع العريض يعني في الصعيد مثلا مستحيل مستحيل فمعظم النشئين دي فيه لعبها كويسة جدا 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 يعني اللعب اللي هو بتاع 2001 اللي لسه جاب جوني مبارح مع الكابتر ربيع ياسين مع الكابتر ربيع ياسين بنهني طبعا الكابتر ربيع ياسين طبعا بوصول العبل النهائي في كأس البطرول العربية متمندانو ان شاء الله تتويجي الكابتر ربيع ياسين من الناس المحترمة بتشتغل شغل على الأرض الواقع وانا من عند حضراتك بحقيق جدا لاني ده المدرب الوحيد في مصر اللي بيقدم جديد للقرى المصرية ده حقيق فقط لغير فاللعب زي ده من دسوق من دسوق من دسوق من هشوفه ده حقيق من هيدور عليه فالوكيل بيشتغل عليه بقى يبدأ يشتغل عليه لهو عند الموهبة يبدأ يبعط له حاجات بره يعني واحد زي درسجي ده مثلا كده احترف من بدر شوية زي رمضان كده يعني رمضان قطلوا الفرص عشان لقب في ندي الأهل لكن في زي رمضان كتير بس مين هيسعيدهم ومين هيوصلهم لك ده يا خلينا سأل حدك السؤال الأهم احنا ليه عندنا دايما المحترفين في مصر عددهم ما يتخطاش العشر لان حضراتك احنا عندنا وارضو هسألك وقالك مين المسؤول الانديه ولو كلاه اللعبيه كله احنا عندنا المنظومة كلها صعبة اولا المدرب حضراتك اللعيب يبقى لسه مبطل عنده خمسة تلاتين سنة ولا واحد تلاتين سنة ما عندوش اي خبراته ولا اي شهدات امسك مدرسة الكرة في الزبالك امسك مدرسة الكرة في ايه بيه طب ايه شهداته يعني درس ايه ولا هيعلم الولد ايه ولا هيديله ايه مفيش حاجة رقم اتنين الوكيل احنا عندنا سوق هو عايز يشتغل في السهل هو ما بيشتغلش بالصعب معلش يا سيد محمد هو ما بينزلش الدرجة التانية والتالتة بيتفرج وبيدور هيجهد نفسه ويسافر عشان يروح يقعد ويدور واسكن هو وصل ما بيدورش تحت صحيح ده اللي عنده هنا في مصر ما بيكلفش يدور العربية ويروح يروح مثلا كافر الشيخ تفرج على ماتش والله يروح سكنديرات تفرج على ماتش ما بيعملش كده هيسافر بره عشان يروح يسوق العيد ده الافاركة بقى شاطرين عندنا في كده لوكل الافاركة دايما تلاقي مسافر بره وفي السعودية وفي الخليج وبره بيحاول يسوق اللعيبة اللي عنده كتير جدا عشان كده عندهم احترابين كتير ده حقيقا ثانيا عقلية اللعيبة المصري صعبة شوي ما بيتعودش على أجواء الاحتراب بصرا عشان كده محمد صلاح راح في حتة بعيدة جدا عشان هو عقلية مختلفة يعني عن معظم اللعيبة المصرية ثانيا موضوع التعليم نسبة 80% 85% العيبة تعليمها متوسط أو مش متعلمين يعني أنا فيه العيبة كنت بشتغل معهم تعمل شتغلتك ده تذكر عسامي لما كان بيجي يمضع على عقد كنا بنكتب له الاسم قدامه عشان يعرف يكتبه في العقد ولعب جامد جدا تسألتك النهاردة لأولياء الأمور الاهتمام بالتعليم طبعا في مرحلة الناشئية طبعا هو ده لما هيجي ياخد قرار أو هيجي يقدر يميز الوكيل بتاعه ده شغال ولا مش شغال أو النادي ده بيعمله كسر ومش قرار هيميز إزاي؟ صحيح بقى لما يكون متعلم يعني يكون عنده علم يكون مسقق يعرف يفكر يعرف يتكلم ياخد قرار ياخد قرار ما يطلع في بردنج يعرف يتكلم لكن انت سايب وما علمتوش وعايزوا يلعب كورا مش هيروح لحتة بعيدة ومعظم اللي يبدأ على فكرة بتبطل بدري احنا لدينا أمثلة كتيرة مش عايزين نذكر حاجة مش عايز نذكر أساوي عشان احنا مفتحنا في الموضوع ده هنخش في لكن احنا محتاجين فعلا محتاجين رسالة حضرتك لأولياء الأمور يا جماعة التعليم مهم الموهبة لوحدها مش هتنفع طبعا يعني موهبة اللاعب لوحده هو ممكن يكون مهوب لكن مفيش تعليم يبقى انت بعملتش حاجة طبعا طبعا دي حاجة الحاجة التالت بقى الأندية لما بتيجي تجيب من عنده ناشي 15 سنة مثلا 16 سنة 17 سنة على السفارة بره بيطلب أرقام فلكية وبالذات الأهل والزمالك ده حي طب يعني معلش احنا في أوروبا مثلا يعني احضر بالحضرك مثلا لعيب منتخب مصر ولعيب جامد جدا ولعيب أفريقيا ووي 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 لما جيت جبت له عرضي من تركيا وتكلمت مع الشركة التركية والجينة نتكلم معهم وكده الترانسفير بتاعه 250 ألف يور أما جاهده من حضرك بقى تيجي تقول لي انت أنا عايز خمسة مليون يورو بعمرت ايه بعمرت ايه ليه؟ فالناس دي بيحكمها معايير مختلفة عننا لعب قد ايه ولعب مباراة دولية قد ايه احنا بمنطبقش في مصر في اللعابة اللي بنجيبها الدورة لمصر بالذبط كده يعني بمنطبقش عشان كده معظم اللعابة الأفريقى اللي بتيجي الأهل والزمالك بتفشل طب ده حقيق يعني انا بشوف الدورة السعودي نفسه بقى بيعمل كده يشوف اللعاب ده لعب كماتش في بلده او لعب كماتش مع المنتخب او منتخب الشباب احنا في مصر بنجيب اللعاب الأفريقي زي ما ييجي بقى يا فندم انت بس على حضراتك مثلا لو جيت تاريخ الأهل والزمالك كله هتلاقى في كل نادة 4-5 اللي ناجد وحده هي يعني انا انجح اتنين في نادة الزمالك كوارشي وإمانويل مظبوط تفتكرش حد تاني فلابيو وفليكس في الأهل وعلي معلول دلوقت وطبعا الديفندر ده لا الديفندر دلوقت اللي موجود في اليوم دلوقت حاجة محترمة يعني حاجة محترمة فحضرتك محدش بيتفرج يعني مثلا ما يفيش مثلا احنا عندنا في مصر هنا في أوروبا لما بيجي يجيب محمد صلاح بيتفرج عليه سنة كاملة بيتفرج على مرشاته سنة كاملة احنا هنا بمعمش الكابتن وليد عايز يقول ان المنظومة عندنا في مصر كلها على بعضها اه طبعا طبعا اولا المدرب ما بيهيقش اللعيب ما بيفهموش عن ايه احتراف فهموش عن ايه تنام بدري يعني ايه ان انت المفروض لعب محترف انت المفروض لما بتاخد فلوس دلوقتي المفروض انت ملك النادي نادي يجيبك الصبح يجيبك بالليل يقولك نام بدري يصحى انت ملك النادي لان انت لعب محترف وبتاخد فلوس على ده فما ينفعش ان انت تاخد فلوس وما تدينيش كابتن وليد ايه اكتر حاجة انت كوكيل لعبين بتشدك في اللعب يعني امتى تشوف اللعب ده تقول اه الولد ده هيبقى ليه مستقدر اقل ايه العقلية اه طبعا يعني احنا بنلف في الليف ونرجع للأساس طبعا انا لما بنزل بتفرج مثلا يعني مثلا لما جبت ياميدو وبكار والناس دي يعني انا ممكن تلاقينا مثلا عدد لعبتي مش كتير زي ناس كتير مش كتير قوي لان انا بنائي ليه؟ معلش انا حضراتك لو ديت لعيب نادي وعمل مشكلة ضرب مدرب اتخاني عمل مشكلة مع النادي ما هو انا المسؤول صح لا الوكيل يقولك انا مليش دعونا مالي لا انا المسؤول والنادي ده ممكن ما يتعاملش معنا تاني بس في مصر ما بيفكروش كده في اوروبا بيفكروا كده يعني عمر زاكي لما طلع ويجن وعمل اللي عملو ما اعتقدش انهم ما اتعاملوا مع الوكيل بتاعه تاني لانه هو مش عايز يصدر نفسه مشاكل صحيح هي هي كده هاخد من كلام حضراتك واسألك ايه الفرق ما بين وكلاء اللعبين هنا في مصر بمسمىهم وكلاء اللعبين او زا ما حضرك قلت اسا مصر وما بين اوروبا اوروبا لما بيتعاقد الشركة بتتعاقد مع العيب زا ما قلت حرك بتهتم بكل اموره ساكنوه بيروح تدريب امتى بيروح تدريب امتى ايه اللي نقصه يعني في حاجة مهمة جدا ممكن نبقى الوكيل مع العيب التحواتي ضعيفة جدا انت بصورة جدا ممكن تكونوا انه واروح الجيم روح معا مرتين وهو هيتشجع بعد كده يروح انا بعمل كده وبروح مع اللعب ولو مرورش بتخانق معايا وطبق انا هاتمرم معايا كوروح معايا تابرينتين 3 عشان انت حواتي تبقى قوي هم في اوروبا بيشوفوا الحاجات اللي هي يعني انا هو اللعيب ده سلعة صحيح حضرتك لو اشتغلت عليها وطورتها هتجيب لك اعلى سعر نظبوط حضرتك ما اشتغلتش عليها وطورتها هتبدل وقع في المكان اللي هي فيه بل بالعكس هتنزل تحت تاني يعني هتبعد عنك تاني حتى اللعيبة اللعيبة في مصر برضو ما بتتعاملش مع الوكيل من هذا المنطلق هو عايز الوكيل ينقله وخلاص نظبوط قصيته تنتهي انا عايز مصلحة منه هو ينقل ياخد فلوسه بالسلامة بالسلامة هو دايما وكلاء اللعبين عندنا في مصر محطوطين في قفص الاتهام دايما الرؤساء الاندية بيشكوا من وكلاء اللعبين بتلعب في دماغ اللعيبة اللعيبة وكيل اللعبين وقفني عشان خاطر ما خدش مش عارف ايه ليه دايما عندنا وكلاء اللعبين هم اللي قفص الاتهام وهم اللي مواصلوني القرى في مصر انت عندك كارسة يا سيد محمد بتحصل في الدور المصري او في مصر عام متى اللعب النهاردة انا جبت حضرتك جايبك من النادي الداخلية تمام النادي الاهل خلاص كويس ومدت حضرتك خمس سنين وانت جاي من النادي الاهل بخمس سنين وانت بتاخد في الداخلية سيه تلتمية قال عملت لك في النادي الاهل اتنين مليون انت بتبقى عامل ازاي طبعا فرحان طيب مرفرح اكيد يلعب ست منشاطه اقول لك انا عايز اعدل مش حاجة اسمها كده يا جماعة مش حاجة اسمها كده مين المسؤول بقى عن الكلام ده الوكلة الوكلة اللي بلعبه في دماغ اه طبعا وبعدها على شهر واحد يوم جايب له عرض يا ابن هو لسه لعب هو لسه حد يعرفه ده لو قعد مطشين الناس هتنساه ده حي هو ليه حضرتك احمد حسن وهاني رمزي وابو تريكا والناس دي طولت في الملاعب الناس دي ما كانش بتفكر في فلوس بتفكر في لعب بتفكر ان هو يكتهد بتفكر ان هو يوصل لحتة بعيدة والفلوس كده كده جاية الناشئ مش فاهم كده ناشئين النادي الاهلي والزمال الكارسة لما بتيجي يخلصوا الدرجة الاولى وتيجي تتعامل معهم يقول لك انا مش هلعب على دوره ممتاز وانت لما كلك تلعب دوره ممتاز كله هينزل لدرجة تانية صحيح وانت هتتعب امتى انت كناشئ هتتتعب امتى وتشق امتى على فكرة انا بقول لحضرتك كلام وانا وصلت منه مليون في الماء معظم ناشئيني الاهلي والزمال الك لما بيعدوا السن 75% من الفرقة بتبطل ده حقيق احنا عندنا طبعا محكول السنة الاهلي والزمال الك بيطلع فرقة بنتبقى خلص المفروض ان هي تلعب فرق كبير بس مش السبب الاهلي والزمال الك اللعيبة وعقليتها عايز ايه هو في الاهلي عايز روح دوره ممتاز ما قلت انزل لدرجة تانية ويلعب واكتهد واثبط نفسك ان انت لعيب كبير وبعد كده رجع الدوره ممتاز ايه مشكلة حضرتك كنت قلتلي ان حضرتك كنت مع الشناوي محمد الشناوي حالس نادي الاهلي والمنتخاب المصر دلوقتي قلتلي واحنا برا قلتلي كلمة قلتلي ان الشناوي قبل قبل ما يعني وهو في الاهلي في 2017 قالك ان انا هلعب كأس العالم اه حصل عايز اقول الكلام ده للناس عشان برضو نيدي العقلية دي للناشئين اللي طالعين ويسمعوا حضرتك ويعرفوا الناس بصر حضرتك لغم ان انا قلتلك ان انا في خلاف مع الشناوي بس انا ادي له حقه الشناوي عقلية مختلفة عند طموح بلا حدود ومكتهد جدا يعني بيتمرن ممكن 8-3 ساعات الجيم ده عنده زي الاكل والشرب لازم كل يوم ساعة ونص في الجيم ما بيروحش يلعب كمال اجسام بيشوف ايه اللي نقصه بيعمله عنده عضلة ضيفة مشكلة كان موجود في نادي الاهلي وكان الحارس رقم 3 ما كانش بيلعب خالص الشناوي في المنطقة بمصر كان رقم 3 رايح كاسر على رقم 3 بقى رقم 1 عشان هو عنده ثقة في نفسه وبيشتغل الثقة دي جاي منين بقى لما حضرك تشتغل على نفسك مزبوط تجتهد معلش يا كبت المحمد حضرك ما تصهرش وتخرج وتتفسح ويضبك على قد التمرين وعايز في الآخر تبقى نجم العالم ده صحيح مش حاجة اسمها كده مش ركبة مع بعضيها بجد ده صحيح حضرتك لازم تنام بدري هي الرياضة بتقول كده ده الرياضة البناء دم الطبيعي العادي مش بقى اللي محترف عشان جسمه يبقى كويس وصحيته كويسة يأكل كويس ينام بدري يلعب الرياضة ده الدم العادي ده صحيح ما بلك باللعب المحترف عليتي الشناوي وديته ان هو النهاردة طبعا بقى في حتة تانية الواحدة طبعا زيه زي نجوم كبيرة طبعا انا انا كان اخر حاجة كان المفروض كان لما بيرامنز اول ما اتعمل كان موضوع بيرامنز موضوع الحاجات الاوروبية والكلام ده انا ما عنديش علمي بيها بس انا ما يعني ما اعتقدش يعني يعني برضو هم بيبقى لهم مقاييس مختلفة خالص عننا وبالذات في موضوع الحراس ده موضوع الحراسة في اوروبا صعب جدا مش زيه عندنا في مصر طيب عقلية محمد الشناوي وانت حضرك وكيل لعبي وعندنا ميدو جابر لعب في النادي الاهلي العقلية هنا مختلفة عن ميدو جابر وعن محمد الشناوي يعني ميدو جابر كان مقصر الدنيا في مصر مقصة جا نادي الاهلي زي لعبها كتير ع entscheك انا مش بقصوا بس أنا هنا قصططني ميدو جابر لأني حضرك وكيل لعبي بتاعه طبع ميدو جابر جا الاهلي مابقاش ميدو جابر بتاع مصر مقصة رجع تاني مصر مقصة قصر الدنيا برضه ماشي ازاي السيستم بتاعه ماشي ازاي والسيستم ازاي في اللعبة بتيجي ما بتقطاش تصبر يعني ميدو لعب كبير وهو ممكن يكون تظلم شوالا لما الكابتن حسام البدر يجاه وقعده دور كامل ما يلعبوش يعني ده برضه أثرت عليه نفسيا شوالا بس أنا عايز أقولك ان ميدو جابر لعب ممارات كتير أنا فاهم بس هو أول ما جي خالص أول ما جي خالص مع مارتين يول كان جاي هو الشناو رقم واحد الشناو قعد ولما كابتن حسام جي وكابتن شريف إكرامي لعب تمام وميدو جابر قعد برضه الشناو فاهم وعارف النادي الأهل بيمشي ازاي والنادي الأهل بمحتاج صبر ومحتاج جلت شوية ومحتاج ان انت بستني لما تجي لك الفرصة وامتى لما تجي لك الفرصة تمسك فيها وان انت ما تحاولش تضيحها بسهولة اللي عجبي برضه وانلي ما ترباش في النادي الأهل ما ببقاش فاهم ده قوي فلما ممكن يجي له حالة زهق ما يستحملش انا كنت نجم وبلعب ومكسر الدنيا فانا قل لي يجبرني ان انا اقعد افضل عامل كده لما قاعد الستة شهر القوانين ما لعبش وجي لعب بقى الدوري التاني طبعا كان بلعب تحت ضغط هو حاسس ان المدرب في اي وقت هيغيره في اي وقت هيطلعه ومش مختنع بيه بدليل ان هو قاعده ستة شهر ما يلعبش أصلا فدية بس اللي عثرت على شوية وموده جابر قعد ثلاث سنين في النادي الأهل سواجي في الاخر مش قادر يزبر بقى يعني انا مش هينفعين انا عايز العبد وانا مش هضيع عمري ان انا افضل قاعد وهو قال لي كلمة قال لنا مش حابب ان انا بقى موظف في الكور انا عايز العبد كنت شايف حضرك انه لو انت كان الامر بايه لك قرار كان يستمرره في الاهلي او انتقاله لمصر المقصة قد قافية لي لأ هو يستمر لي في الاهلي ويروح مصر المقصة عارف انا ده كان رائي لكن هو اللي اصر يمشي نهائي مع ان انا ده الاهلي ما كانش عايز يمشي اصلا نهائي يعني ده الاهلي كان متمسك بميده لحد اخر لحظة اه وكان عايز تطلقه عاره بس هو ميده لأصر يمشي نهائي ودي انا ما اقتنعتش بيها بس في الاخر انت بتردغل في الاخر لرغبة اللاعب لانه هو ممكن يكون شايف حاجة في مصلحته انت لو اتكلمت في عكسها هو شايف انت بتضره كده بتشوف بقى موضوع وكلاي اللاعبين مع بعض المدربين مع بعض الاندية حسي كده ان في قصة لوحدها دي وانا ده عايز افتح الملف ده لان الملف ده شايف جدا وانا عارف ان ممكن يكون محرج لحظتك لان انت وكيل لعبين برضه طبعا بس يعني ايه النهاردة الائي مدرق ايه وكيل لعبين بيودي لعيبة بعينها للكابتن وليد او لمحمد وما بيتعاقدش ما فيش اي حد يخش ندغر للكابتن وليد شايف الموضوع ده ازاي بس حضرك هي بترجع في الاخر للمدرق يعني ايه يعني حضرك مثلا عندك حضرك مثلا بيتكابت المختار مختار لو واحد معد من جنبه الصور معه لعيبك واسه يخبر بتعامل مع كل الناس فتح الباب لكل الناس اي مكان حضرتك تعرف ان مفيش هلا واحد هو مسيطر في المكان ده تعرف ان في حاجة غلط في المكان ده في حاجة غلط اه طبعا اه مش معنى ده مظبوط هالله حضرك على حاجة انا هو مش معاي احصل لعيبة في مصر يعني مش كل اللعيبة اللي معنى احصل لعيبة في مصر ده صحيح ومن اكبر الاخطاء اني نادي اعتمد على كل واحد في مجابي اللعيبة لانه مش معهش احصل لعيبة في مصر ما خلاص بقى هي تحولت ما بقتش كورة بقى بقت سبوبة ماشي مع حضرك انت كده لو حولتك سبوبة يبقى انت في الاخرى ناجع نقول منظومة مفيش كورة في مصر انت كده يعني بص هو النادي الاهل الوحيد بصراحة يعني اللي شغال بفكر مختلف شوية عشان في لجنة كورة هي اللي بتختار ولجنة فنية لجنة فنية لجنة فنية دي بترف الملاعب بتروح تتفرج على درجة تانية بتروح تتفرج على الدور الممتاز بتفرج على الدرجة المتشة الدور الممتاز بتفرجوا على الدرجة التانية وبتفرجوا وبيحددوا يعني المدرب حتى ما بيقولش انا عايز فنان بالاسم فعملين قفلين الباب على الحتة دي يعني ايه انا ما بقولش انا عايز محمد أنا عايز بك رايب النادي الأهلي بقى يرشح له 3-4 بكات رايب لكن هو اللي بيحصل دلوقتي إنه وقلق لعيبة بإسمها بعينها مع مدربين طبعا دي بتظلم لعيبة كتير وبتظلم الناس كتير وأنا عشان أجي أدرب مثلاً النهاردة سيمني الأندية وأجيب بعض اللعيبة معايا فبطرنا أنها تتغنى عن لعيبة بالنادي ديم ممكن تكون لعيبة كويسة ولعيبة محترمة أنا أقول لك حضرتك على حاجة معيني ديم يعني مش في صالحي بس هقولك وحقيقة حصلت معايا أنا ميدو جابر وأنا بخلصه في المقصة الناس كلها اللي شغلها في المقصة مكانتش عايز ميدو جابر هو راجع المرة التانية؟ لا الأولانية الواحد اللي كان عايزه سيادة الله محمد عبد السلام وأهاب جلال بس الباقي كله مش عايزه لأنه بتعامله مع ناس بعينها أنت مش هتخش أنا بخش المقصة أصلا حتى لو معايا ميسي مش هيخش هما في ناس معينة هي اللي بيجيب اللعيب دي برضو عليها علامة استفهام كبيرة أوه كابتل المعلي ما تقدرش تتكلم يعني هتقدر تقول مثلا تروح للساتة الله محمد مثلا هتقول له هيعمل ايه؟ أنا مش بكلم على المصر ما قصب عينها أنا بتكلم على الأندية اللي هي الوكلاء اللي هما بيعتمدوا على بعض الوكلاء في الآخر بيلاقي هما هما هدي بقى بتودينا في حتة تانية برضو المدربين نفسهم بيلفوا على كل الأندية اللعيب بكافؤوا يبقى فشل في المصري بكافؤوا بواديه الانتاك بكافؤوا من الانتاك ووديه الاتحاد سكنداري ما أنا قيمت هطلع ناشئ من تحت أو هطلع لعيب من الدرجة تانية ودرجة تانية خلينا نقولها بصورة تانية مين أندية في مصر بتطلع ناشئين؟ يعني بعض الأندية هنقول مثلاً أمبي هنقول المقاولين هنقول كل الأندية الصغيرة شوية هي أمبي طبعاً من الصغيرة بس هي اللي عندها مجال قطاع ناشئين كويس؟ لا أهلا حرك بقى هو أمبي بيعمل كده لي دلوقتي هو ديجلة برضو نفس النهج؟ ليه؟ هو خلاص مش عايز يصرف يعني كمصاريف أنه يروح يدفع ويجيب لعيب ماليين هو مش عايز يعمل كده فبقى بيدي مساحة لقطع ناشئين شوية وبالذات لما قطاع ناشئين عنده أنا قطاع ناشئين في أمبي ده أقوى قطاع عشان ناشئين في مصر الحقيقة بلا جدال وعنده لعيبة جمدة جداً يعني أنا أقول لحضرتك لو أمبي هيطلع ناشئين يلعب بيهم هيعمل نفس المركز اللي بيعمله باللعبة اللي بيجيبها بماليين ما فيش اختلاف بس الجديد أنه هو يقدم لعيبة جديدة زي ما قدم صراح محسن زي ما بيقدم لعبة كتير وبعدين أمبي برضو فيه ميزة بيجيب لعبة مدرجة تانية الحمد فاتح تجيبهم دوانور ده حقيقة حاجة كويسة بيجيبوا لعبة مدرجة تانية وبيقدروا لا هم عندهم الكابتن إمام محمدين الله يديد الصحة لا ده قصة ده عمنا الرجل ده بيدور على اللعبة ده اللي احنا تعلمنا منه بصراحة يعني يعني الرجل ده أيقونة في الكرة المسرية ومش واخد حقه يعني ومش واخد حقه فحضرتك مفيش عماد متعي بطلع بالصدفة العماد محطة لو تفتكر في السنة دي اللي تلافع عماد متع مع عمل وجوزيه ما كانش فيه فرقة أصلا كانش فيه فرودة ولا كان فيه فرقة أصلا لما روح اشتروا بقى عماد النحس واشتروا بطريكا قبل الناس دي ما كانش فيه فرقة فطلع شوية من ناشئين فعماد لما لقى بسم الله و شاء الله فرود أنا أحسابه من أفضل الفرودة اللي جاءت في تاريخ الكرة المصرية ده حي عماد متع عماد متع بقى بتلعص صدفة ورمضان كذلك يعني انت حضرتك لو دورت في النادي الأهلي في آخر عشر سنين كم ناشئ أربعة خمسة طيب احنا دلوقتي بقت فيه زهرة موجودة حصلت في الأهلي وحصلت في الزمالك وبتحصل في عندية تانية الأولاد الصغيرة بتهرب برا مصر بتلعب في الدوريات العربية الدوريات في إيرلندا أو في إيرلندا تقريبا معرفش يعني في دوريات كده ما بنسمعش عنها كرة ونلاقي الأولاد هربت على الدوريات دي ليه حضرتك بقى هو عشان الحتة اللي هنحن نقص بناتكلم فيها قبل كده إن الأندية ما بتركز مع الناشئين هو ما تصعدش ناشئين فالناشئ أول ما بيقرب من مرحلة إن هو هيتصعد درجة أولى 18 سنة هو عارف إن فرصته معدومة في الناشئين فبيقول لك ألحق نفسي أولا هطلع برا أولا هبقى فري برقم واحد الندي خلاص مش هتحكم فيها هطلع برا هبقى فري ممكن ممكن وارد إن أنا تمشي معايا وأعمل موسم كويس أو موسم جامد وأتنقل لدوريات أعلى ولما وفقتش هرجع في ري وأروح الناد اللي أنا عايزه ليه الأندية دي في الناشئين بالذات لما بيبقى فيه نائب ناشئ جامد فيه الأندية اللي ما عندهش إمكانيات اللي ما معاش فلوس اللي هي زي أسوان زي الحرس زي الناس دي بيبقى أغلب شغلاء على إيه علاجت الدرجة التانية وناشئين الأهل والزمالك وإنبي والمقلوم الحالة دي فممكن يشوف ناشئ في الأهلي جامد جدا فعايز يجيبه يروح عشان يجيبه من الأهلي يقوله لأ أعارة نادر حاصل يقوله لأ متشكرين أنا مش هربي لك لأن أنا هجيبه عندك إذا كلم ندفت صيط عندي وبقى نجم النجوم وفي الآخر الأهلي خده أنت خدته لأ أنا عايزه لأ نهاء هشتريه بس هو الأهلي الأهلي فيه جزء كبير من الكلام صح أنا أنت عايز الناشئ بتاعي أخده أعارة طبعا هو حقه أنا بكلمك على فكر الناشئ إحنا ليه بنقوله هو بيهرب فكر الناشئ الناشئ لما بيلاقي الفرصة كده هو الأهلي بيعمل الصح لأنه نصلحته أنا لما دلوقتي الأهلي بيعمل حاجة دامدة جدا لما بيجي في سن 18-18 سنة هو اللي بيسوق اللاعبية دي على فكره يعني يبدو يعمل لهم مقود ويسوقهم هو بيسوقهم للعندية وده فكر صحي جدا أنا بطلع اللاعبية أخد خبرة سنة واثنين وثلاثة وأفضل أعيره وأجيبه أعيره وأجيبه لغاية ما ينضب بدل ما أنا روح أشتريه بقى بعشرة وبخمستاشرة وبعشرين وبتلاتين ما بتاعي نسبوك أنت فاهم؟ ده فكر تسويق ده أوروبي فكر أوروبي لك أنا باتكلم على فكر الناشئ نفسه بقى أنا هفضل مربوط بقى في الدايرة دي لحد إمتى نسبوك لأ أنا أهرب وفقته وفقته وما فقتش هرجع فريق أروح بقى الحرس أروح أسوان وابدأ طريق ولما تقلق هيجي لي بقى أهلي هيجي لي زمالك هيجي لي أمبي وابدأ طريق ده الفيك مفاشي يبقى معايا كابتن وليد بقى وما سألوش عن رجب بقار الأخبار المتدولة كلها أن رجب بقار مضى للأهلي وخلاص رجب بقار في الموسم الجديد في نادي الأهلي عايزين نعرف الحقيقة وعايزين نعرف الكواليس وكل حاجة حضرتك كان فيه كلام في أول السنة في أول الموسم في بداية الموسم خالص أن رجب بقى الأهلي فبس إدارة بقى ما ترفضت عشان طبعا كان فيه ملاج جدد جوم النادي وكان عايزين يستقروا بالفرقة وعايزين يعملوا نفس التعابة للسنة اللي قبليه فترفض الموضوع خالص حصل كلام على شهر 11 كده وقاعدة وكده يعني زين نعرف الحقيقة يعني بص على الكواليس وقاعدة ومضى عايزين حاجة خاصة بالصرخة ناشئ قاعدة ومضى بس هو حاليا يعني رجب بقى ماضي النادي الأهلي بس حاليا مفيش جديد يعني هو ماضي النادي الأهلي بس لسه مفيش جديد هو عقده مع نادي بيرمان زينتق أربع سنين دي ثاني سنة فاضل له سنتين يعني لسه مستمر معنا رسمي في يدهم هم رجب بقى ده حكاية رجب بقى ده من الألمونيوم رجب بقى ده كسة كفاحة اه لا فعلا يعني أنا عيني على رجب بقى منه هو يعني أنا أول ما شفت رجب بقى شفت في الدخلية كان رايح ازاي مالك ما رايحش ازاي مالك أنا بقى لو حكيت لك من الأول بقى رجب بقى كان في الجيش ورجع ورجع من الجيش خلص جيشه ورجع نادي الألمونيوم كان من كابتل نبيل محمود اللي مسك الفرق ربنا صم كابتل نبيل محمود اللي وجه هجب بقى ده يظهر رجب بقى ده كان هيبطل بقى خلص يعني نادي أعمل الجيش والفرق ما كانش فيها بقى كرايت ساعتها فهم قالوا له البلاد ده بقى كرايت كويس بس كان في الجيش قالوا مطلعوا لهم ما شوفه نزل معتها مرينا لعبوا المطش بعدها بتلت ايام لقى بمطشين في الدوري وبعدين لعبوا المكسة في الكاس لو تفتكر المطش للألمونيوم كسب اتنين واحد اي كان هو نجم المجارات لحقيق بدأت انطلاقت بقى رجب من هنه راح أمبي الأول اشتروب له وعمائة ألف جنيه من الألمونيوم وقعد سنة كاملة في أمبي ما يلعبش كابتل انطلاق العشرة ما كانش مختنع بيه شايف ان هو لعب يعني مش قد مستوى أمبي يعني مش من أمبي بلاش راح الدخلية لعب سنة في الدخلية جاء الزمالك وقعدنا وتفاوضنا وتكلمنا بس الأمور ما جابوا ساعتها البكرة بتاع أمبي بتاع أمبي اللي هو في اسماعيل جابوا اسماع أبراهيم وما خلطوش بكرة جينا السنة اللي بعدها السنة دي خلص باش مهندس فرق اشترى بثنين مليون اللي ربع ما شاء الله وانا بصراحة هو باش مهندس فرق زكي بيعرف يستثمر كويس وبيعرف يجيب اللاعب اللي يقدر يستثمر فيه بصراحة أشهد له بديه بصراحة فخده بثنين مليون اللي ربع وساعتها الناس كانت مستغربة في الدخلية يعني إيه بكرة تتبع بثنين مليون اللي ربع مش هداف يعني ولا حدا ليه يعني حسام حسن ماشي قابليها بثلاثة شهور حسام حسن اللي هو الفرود بثلاثمائة ألف جنيه بسموحة برضو فرح بسموحة جينا في شهر واحد مش اللي فدى اللي قابليه أنت وكيل لعبوه عشان ما تقولش عشان الوقت بوليه في الإربيس رجب بكار في نهاية الموسم ولا مش الأهل أنا قلت حضرك اللي حصل لكن إيه اللي هيتم بعد كده مش عارف الله يعني بس أخبت بقى من حضرتك رجلتك كده للناشئين في مصر يبقى نختيب بها الحوار بتاعنا الحوار الشيك الممتع مع حضرتك نقول الرسالة بقى للناشئين في مصر يعملوا إيه عشان خاطر يبقى ماشيين على نهج من وجهة نظر حضرتك أنت كراجل وكيل لعبين عشان يطلع الخطوات السليمة ويبقى لعيب بعد كده مثلا من تخبط المصري المختلفة رقم واحد زي ما قلت لحضرتك أولا الأمور ما تدفعش فلوس لحد لأن ده مش حقيقي أي حد يقول لك أنه يصفر ابنك التذكرة على حساب وهيصرف هناك كذا وهيدفع كذا ما تدفعش فلوس لحد تاني حاجة أنت كناشئ لازم تكتهد لازم تشتغل تشوف إيه النواقس اللي عندك إيه محتاج إيه محتاج سرعة محتاج جيم الحاجات دي تاكل كويس تنام بدري دي أهم حاجة أن أنت تاكل كويس وتنام بدري تهتم بالكرة الكرة من الآخر ما بتحب الشريك أنت لو اهتميت واكتهدت وتعبت هتوصل ما اكتهدتش وما تعبتش مش هتوصل بس في نهاية الحلقة أستاذ وليد بنشكر حضرتك جدا جدا على الصراحة بتاعت حضرتك وعلى الكلام الجميل اللي احنا تكلمنا فيه النهاردة لقطاعات الناشئين في مصر والمنظومة بشكل عام النهاردة خدنا من حضرتك كلام قوي جدا أن وقلقاء اللي عمين في مصر قصة تانية وقصة محتاجة حلقات كتيرة مع حضرتك لها كابتن وليد بنشكر حضرتك جدا جدا كابتن وليد وإن شاء الله على وعدة جدا نلتقي مع حضرتك بإذن الله في مرات جاية كتير إن شاء الله وأنا سعيد جدا كنتم توجد مع حضرتك النهاردة بشكرك وقال في شكرا في نهاية الحلقة بنشكر جمهور صرخت ناشئ بإذن الله على كل الرسائل وكل الحاجات اللي بنشوفها على صفحة فيسبوك وتويتر وانستجرام ونعودكم دايما أن احنا نقدم لكم كل ما هو جديد في قطاعات الناشئين للنهوض بالكرة المصرية بإذن الله شكرا لكم وشكرا لكل المتابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة